هيلي اسم ارتبط مؤخرا بمصطلح دبلوماسية الحذاء غدت تعيينها مندوبة لأمريكا لدى الأمم المتحدة بسبب تهديدها باستعماله ضد كل من يعاد الكيان الصهيوني أو إسرائيل كما تحب هي أن تناديها اليوم تعود بدبلوماسية جديدة أي بنوع تهديد آخر ولنفس السبب أي الاحتلال لتخرج بحسب زملاء لها من دول أخرى من النطاق المتعارف عليه في العلاقات الدولية إلى نطاق ظل حكرا حتى الأمس القريب على الجنرالات وقادة الجيوش والأنظمة الديكتاتورية فهيلي كما رئيسها دونالد ترامب هددت بقطع المساعدات المالية الأمريكية عن كل دولة تصوت لمصلحة مشروع القرار الخاص بالقدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يمنع تغيير الوضعية القانونية للمدينة ويحضر نقل أي سفارة دولة إليها لكنها أي المندوبة الأمريكية زادت من الشعر بيتا حينما قالت إنها ستسجل أسماء الدول التي ستصوت لصالح القرار وترفعها إلى ترامب ليبني على الشيء مقتضاه الملاحظ هنا أن الزمن ترامبوي كما تسميه الصحافة الأمريكية يصبح أكثر صلافة وحدة في كل ما يتعلق بأمن الكيان وما هلي إلا ركن من أركان الزمن ولسان من ألسنته الحادة فهي لطالما هددت الأمم المتحدة بمزيد من المشكلات إن لم تحسن من خطها تجاه الاحتلال منفذت وعيدها في أكثر من مرة لكن صحفيين أمريكيين لم يجدوا في هلي ولا في ترامب سوى عهد جديد في بلادهم قوامه الوضوح في المطالب والغلو في التهديدات في منطق ربما يجعل العالم أكثر حذرا في التعامل مع الولايات المتحدة إن لم يكن أكثر بغضا